نتيجة كويسة بس نتيجة فيها فخ كبير أولي النادي الأهلي لما ترجع للتاريخ وتفتكر أن النادي الأهلي قبل كده ما تعدل مع نجم السحلي 00 ومباراة العودة في القاهرة قدامها 74 ألف متفرج النادي الأهلي خسر مباراة شهيرة بتاعت أمين الشرميتي واللي طارت فيها كابتن عماد النحاس فالنتيجة فيها رسك كبير جدا وأنا هاخد من كلام جيمي في حتة مهمة جدا أن نعتبر أن الموتش النهائي لسه ما تلعبش وأن المباراة النهائية من مباراة واحدة بس هتكون في القاهرة بأفضلية النادي الأهلي أن يلعب على وسط جمهوره وفي وسط ملعبه لأن غير كده في الأول وفي الآخر كريم ما تنساش أن الترجي اتعادل مع عسك من موزة 00 في المباراتين قدر يتغلب عليه كسب 1-0 في تونس وكسب 1-0 في بريتوريا في المباراة كانت صعبة جدا فأنت بتلعب الترجي اللي ما دخلش فيه غير في المباراة واحدة بس 3 هدف فأنت بتلعب فريق صعب جدا والنهاردة اللي حصل من الدربات السابتة يعرفك أن حتى لو نادي الأهلي هيسيطر بنسبة 100% في المباراة العودة كورة واحدة بس كفيلة أنه يتكسب الترجي إن شاء الله ما يحصلش بإذن الله ترجمة نانسي قنقر